اليمن تعيش مرحلة تهديد كيان الدولة اليمنية الواحدة وتلاشي فكرة الوطن الواحد في ظل شرعية مرتهنة ومترقبة للآتي وفي ظل تحالف لا يكترث بواحدية الجمهورية اليمنية كما تبخرت لافتة استعادة الدولة التي رفعها التحالف وباتت أطمع الأشقاء مصدرا لشقاء اليمنيين باتت الدولة اليمنية خارج نطاق الشرعية الواقعية وباتت تسعى إلى التمسك بتلابيب شرعيتها ومرجعيتها الأساسية التي قد تسطر النعي الأخيرة للدولة اليمنية التي استدعت التحالف العربية لاستعادتها لا يقتصر الأمر على مخاطر تلاشي فكرة الدولة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بل يشمل الأمر تلاشي فكرة الدولة لدى المواطن الذي يعيش يوميات غير اعتيادية جراء تلاشي الدولة كفكرة ومؤسسات في الشمال حوثي يحكم بالجوع والخوف وفي المناطق المحررة تحالف فقد المسؤولية الأخلاقية وأنتج مشاريع صغيرة تتعارض مع فكرة الدولة والتدخل ويشترك مع الحوثي في القضاء على مؤسسات الدولة بشكل ممنهج الشرعية اليمنية غائبة عن اليمنيين ومغيبة عن واقعهم ومعاناتهم وحصيلة غيابها يعزز تنامي مخاطر تحول اليمنيين إلى جماعات ما قبل الدولة محكومة بقانون الجوع وتوحش وانهيار ما تبقى من فكرة الدولة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أشار إلى أن اليمن كدولة يكاد أن يكون قد ولى عن الوجود وتحول إلى دويلات متحاربة وأشار التقرير الذي نشره مجلس الأمن الدولي إلى أن جميع القوى المتصارعة ارتكبت خلال العام الفائت انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي كما أشار التقرير إلى تحدي آخر تواجهه الحكومة هو وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية وخصوصا دولة الإمارات التي ترعى وتمول الكيانات المضادة لحضور الدولة في المناطق المحررة والعاصمة المؤقتة على وجه التحديد